بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله جمهور الحبيب اشتقت لكم وللتواصل معكم من خلال هذه القناة وأعتذر لكم عن هذا الانقطاع الخارج عن الإرادة وأعتذر لكم كذلك عن المئات من الفيديوهات المحذوفة كرها وكما يعلم العديد من متابع القناة كل ذلك كان بسبب ضغوطات وإكرهات من جهات مسؤولة وحسب الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبحول الله وقوته قريبا سيتم استرجاع كل الفيديوهات ولكم كل الحب والتقدير وجزيل الشكر على دعمكم الدائم على تواصلكم المستمر وحبكم لي ولقناتكم قطر أن ندعم أسأل الله العظيم أن يجازيكم خير الجزاء ويجعلني عند حسن ظن الجميع وندخل في الموضوع ومع أقوى المجربات والفوائد النورانية الروحانية جوهر من الجواهر المكنونة والدرر المصونة لفتح أبواب الخيرات والكرامات وتفريج الكربات ونزول الأرزاق من رب السماوات سورة قصيرة تصنع العجائب والمعجزات هذه السورة لها طاقة رهيبة فوق الوصف تأثيرها وانعكاسها على حياة الشخص شفاؤها للأمراض الروحية والعضوية غير طبيعي تحل العكوسات تفتح المغاليق تزيد في الأرزاق تفتح البصيرة وتدفع عنك مكر الأعداء وتدافع عنك وتدفع عنك شرور الإنس والجن هذه السورة لكل من سدت في وجهه الأبواب واشتد عليه الهم والكرم والطيق والحزن لكل من جرب كل طرق السعي ولم يفلح معه أي شيء فهذه السورة هي المفتاح الذهبي الذي ما إن وضع على باب إلا وفتح بقوة الله لأنها الفاتحة سورة الفاتحة سرها العجيب في فتح القنوز والفرج من الكروب هي سر الله الأعظم والسبع المثاني والقرآن العظيم وأم الكتاب هي الشفاء التام وهي الدواء النافع والرقية التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم ودافعة الخوف والحزن لكل من عرف مقدرها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه يعني أنك تقرأها بيقين تام على كل ما أهمك سواء كان هم أو غم أو مرض فهي السر الذي لأجله كانت كذلك وكانت فاتحة الخيرات ولا عجب ولا غراب في ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حقها في الحديث الشريف بينما جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع نقضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتم البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته ولذلك فكل من أمامه أمر عظيم أو محلة شديدة أو مشكل صعب أو مستحيل أو فقر أو شدة في الأرزاق فليتذكر أن هناك سورة من سبع آيات فتح لها باب من السماء لم يفتح قبل ذلك ونزل لأجلها ملك لم ينزل قط إلى الأرض إلا عندما نزلت هذه السورة وأتيت لسيد الأنبياء ولم يؤتها نبي غيره واستفتح بها كتاب الله المقدس القرآن العظيم وكانت هي أم القرآن بل وهي القرآن العظيم وكانت هي ما قال فيها سيد الخلق هي الشافية والكافية والواقية والراقية والدافعة والحافظة والفاتحة لكل أمر مغلق ومفتاح سعادة الدارين هذه السورة أودع الله فيها اسمه الأعظم وأودع الله فيها أسرار وعلوم لا تعد ولا تحصل وأودع فيها الله سبحانه وتعالى طاقة نور تسعى أمامك وترشدك وتهديك إلى طريق الخير مدم تتقرأ هذه السورة أينما كان الخير يجر إليك جرا ويأتيك راغما وطبعا هذه السورة لا أسرار ولها مجربات وفوائد لا تعد ولا تحصى ولها طرق في الاستخدام الروحاني عديدة ولأي غرض وبأي نية تقرأها تقطف ثمارها وينزل عليك خيرها وتكشف لك تجلياتها سواء كان للكشف أو للبصيرة أو للغنى أو للفتوح وللنجاح والزيادة الذكاء والفهم والزواج للأرزاق للأموال لفتح الكنوز والعديد العديد من الخيرات لهذه السورة ومن أسرارها طريقة تفتح لك أو تفتح لك بها أبواب الخير والسعادة والحظ والفرج هذه الطريقة لكل من استصعب عليه أمر أو كان عنده هم وضيق وعكوسات في بيته وقلة أرزاق وشح في المال فليأخذ بهذه التحفة وسيرى عجبا بإذن الله والطريقة هي أنك تكون طبعا على وضوء وطهارة تقرأ صورة الفاتحة سبع مرات بعد كل صلاة فريضة وقبل النوم تقرأها خمس مرات مدة سبعة أيام يا إما أنك تقرأها كل صباح أربعون مرة بعد الفجر أو صباحا مدة سبع أيام تبدأ بيوم الاثنين ويفضل الاثنين الأول من الشهر القمري وفي يوم الاثنين الموالي يعني من الأسبوع الموالي يعني اليوم الثامن تقرأها سبع مرات على ماء مطر يعني كأس من ماء مطر أو ماء زمزم أو ماء معدني وتضع هذا الماء في كأس كريستال أو زجاج عادي ثم تقوم بوضعه وسط البيت وكل صباح تكرر قراءة الفاتحة السبع مرات على هذا الماء وبعدها تقول يفتاح يا رزاق 21 مرة طبعا تترك هذا الكأس مفتوح يعني مثل ديكور وسط البيت أو في غرفة الصالون أو في غرفة النوم أو في مدخل البيت يعني مكان آمن وطهر وفي اليوم السابع تجدد القراءة على هذا الماء بحيث تفرغ الماء القديم في غرس أو في زرع أمام منزلك أو في وسط منزلك إن لم أو في حالة إن لم يكن لديك غرس فتفرغه في جوانب عتبة البيت يمينا ويسارا بحيث لا تدوسه الأقدام أبدا وإن كان الأفضل والأحسن هو أن تفرغه في غرس أو في زرع وهكذا كل أسبوع لمدة ثلاث أسابيع يعني 21 يوم ويبقى شرط هذه الفائدة هو قراءة الصورة أو تلتزم بقراءة الصورة الفاتحة دائما سبع مرات صباحا وسبع مرات مساءا الماء المقرؤ عليه صورة الفاتحة له طاقة نورانية تجذب إليك السعادة تجذب إليك طاقة الحظ والتوفيق والفتوح في كل أمور حياتك وتزيل البركة في مالك وأرزاقك وصحتك بإذن الله وخاصة إذا كنت تشرب من الماء المقرؤ عليه صورة الفاتحة عفوا ودائما شرط صحة الفوائد اليقين والإخلاص والتوكل على الله فهذه ليست خرافات بل هي علوم وتجارب روحانية صادقة الماء حي ويسمع ويتأثر ومن أعظم وأشد ما يتأثر به الماء هو القرآن الكريم القرآن الكريم هو نور القلوب وحياة الأرواح وحياة الحياة وقرأت صورة الفاتحة على ما واستخدامه لأي غرض هو من الأمور المعجزة التي أثبتت نجاحها الباهر وطاقتها النورانية الروحانية وبعد ذلك راقب ما سيحدث من تغير في أحوالك وفي أرزاقك وسترى طرجا وخيرا وأرزاقا تأتي إليك لا تعرف من أين من حيث لا تدري بإذن الله الواحد الأحد فقط داوم على صورة الفاتحة وسترى الفتوح العظيم في حياتك ودومتم في رعاية الله أحبكم والصلاة والسلام على رسول الله وآله الله أكبر